حضرتك عنه بكون مثل ما ذكرت حضرتك هناك فكرة خاطئة بأن الأشخاص الذين لم يحصلوا على علامة التعليم العام هم فقط من يدخلون ولكن أيضا هذا الموضوع هذا تحديد هذه النسبة يعني تسبب هروب بعض الطلاب الذين فعلا هم يرغبون في الدخول في هذه التخصصات وهم يستطيعون أن يدخلوا أيضا بنظام التعليم العام ويحق لهم لا يوجد هروب سيدي سارة الطباب مفتوح للجميع للدخول للتعليم المهني ولكن هذه هي فكرة تحديد الموضوع نحن عندما نقول أن 30% هم نسبة التعليم المهني هؤلاء 30% لا يحق لهم الدخول في التعليم العام بينما 70% الذين دخلوا التعليم العام يحق لأي شخص منهم أن يدخل في التعليم المهني يعني لا يوجد باب مغلق أمامهم ولكن يعني بحكم التجربة والعرف والعادة كان هؤلاء 30% هم الذين بالضبط يعني لهم علامة أدنى نحن في هذا العام إن شاء الله بحسب توجيهات السيد الوزير نحن بصدد يعني إجراء نوع من التغيير في شروط القيد والقبول للدخول إلى المدارس المهنية بحيث يعني أن يكون العديد من الطلاب الذين يرغبون بالدخول إلى التعليم المهني يعني يدخلون دون ذلك الشعور الذي يقول أنه تماما يعني تكون رغبة الطالب هي المعيار الأول والأخير في تحديد مساره التعليم يعني هي المعيار الأول ولكن لا يمكن أن تكون الأول والأخير لأنه لسبب في عندي أنا هنا في عندي قدرة استيعابية معينة يعني أنا ممكن أن يكون العدد الذي يريد أن يدخل مثلا في مهنة صيانة التجهيزات الطبية ألف طالب بينما أنا قدرة الاستيعابية المتاحة هي مائتين طالب فما الحل إذا؟ الحل أن في المرحلة الثانية أن أقوم بالفرز حسب الدرجة أما أنه بالشكل الأساسي أو بالشكل الأولي المبدئي يتم الفرز حسب الرغبة وهناك مفاضلة وفق نظام شرائح يعتمد سوف يتم اعتماده في هذا العام إن شاء الله اختبر في العام الماضي في تربية دمشق فقط تم تجريبه وأعطى نتائج يمكن أن نقول بشكل عام جيدة وإن شاء الله سوف يتم تطبيقه في كافة المحافظات السورية في العام المقبل بحيث يضمن أكبر قدر ممكن للطلاب الراغبين بالدخول إلى مهنهم باختيارهم وبرغبتهم الشخصية ترجمة نانسي قنقر